اشتركوا في القناة 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 أجل قدمت على الصعب بياه نبيه بيزدر الكثير من المتاكين أنه بأشتريه من المتاكين مدريحة أتمنى بإيزدر الكثير من الأمر أنت وجهد الكثير من الجوانب شبير المتاكين أن أتعاني كثير من منتجه بإمكان أجل من الإمارات للدولة ومتطنع على الديوارات إلي быد سيتام أعاني وإن أتوى التعود للتعransيش نحن نتشابه بحضور مقامر البناخ سواع وشرين ولسيما في هذه المنطقة من العلم المعروفة بأم العلم بأكمله ونعتقد أن هذا هو المكان المناسب لإنهجاد هذه القمة شكراً أيضاً على تذكيرنا بالحجر ملحق لمعالجة قضية المناخ نحن ندرك أهمية هذا الموضوع ولدينا أفضل شرص متخصص في هذا القصوص وهو المزير كاري وهو الشخص الذي بعثناه التي يتعامل مع هذه القضية وطبعاً نشكر مصر أيضاً على دورها في أنها تلعب دور الوسيط فيما يتعلق بالوضع بغزة وفيما نواجه هذه الحرب الروسية على أوكرانيا كانت مصر اتخذت موطساً رائعاً بالنسبة لهذه القضية وتحدثت بصوت عالي ضد ما يجري طبعاً اليوم لدينا كثير من القضايا المشتركة التي سوف نتحدث بشأنها وسوف نستمر في حوارنا بشأن قضية حقوق الإنسان طبعاً كما كنا نتحدث في طريقنا إلى هذه الغرفة من الصعب أن نصدق أنه قد مرت مائة عام على علاقات المشتركة والثنائية بين مصر والولايات المتحدة وأتمنى مع نهاية هذه الزيارة أن تكون علاقتنا أقوى وأن نكون أقرب من بعضنا البعض وشكراً مرة أخرى على الاستضافة اشتركوا في القناة